ونبقى في طريقة مواجهة التحديات لكن هذه المرة من عجلة دولاب رأس المال حيث وصفت النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني سر ومحمد المفاوضات الجارية بين حكومتي أربيل وبغداد حول موازنة العام المقبل بالمثميرة مشيرة إلى تقديم الطرفين تنازلات للتواصل إلى اتفاق جديد لحل المشاكل العالقة منذ عام 2014 وأتحدثت عن تفاهم بين حكومتي الأقليم والاتحادية بشأن حصة إقليم كردستان من الموازنة العامة مع أمل الجميع أن يكون هذا الاتفاق ملزما وطويل الأمد لكل ما يتعلق برواطب الموظفين ونسبة الموازنة والوفرة المالية المتحققة وكذلك بشأن قانون النفط والغاز